موسيقى حياكم الله متابعين الكرام أينما كنتم أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من مواطنة سورية تعرف التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجيات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة نتعرف في هذه الحلقة عن التنمية المستدامة أهدافها ونتساءل هل من الممكن تحقيقها في سوريا أرحب بضيفي في هذه الحلقة الأستاذ زاهر هاشم المختص بقضايا البيئة والتنمية المستدامة حياكم الله أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة حياكم الله سنبدأ معكم النقاش ولكن بعد أن نتابع إنفوغراف يعرف لنا التنمية المستدامة يواجه العالم اليوم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي تعتبر التنمية المستدامة عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها تهدف مشاريع التنمية المستدامة إلى تعزيز آفاق النمو الشامل وإيجاد فرص العمل وسبول العيش على المستويين الوطني والمحلي من خلال الانتعاش الابتصادي وبناء القدرة على مواجهة الأزمات في سياقات الأزمات وما بعدها مع التركيز على تمكين المرأة والشباب الأكثر ضعفاً في المنطقة تتمثل بعض أهداف التنمية المستدامة الأممية بالقضاء على الفقر والقضاء على الجوع وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والوصول إلى المياه النظيفة والنظافة الصحية وأكثر من ذلك من أهداف وصولاً إلى السلام والمؤسسات القوية إذن تابعنا معكم هذه المادة متابعينا الكرام أجدد الترحب بكم كما أجدد الترحب بضيف الأستاذ زاهر وأبدأ معه مباشرة إذن ما أردنا الحديث عن التنمية المستدامة فلابد من توصيف الواقع السوري بادئ الأمر اليوم بما يرتبط طبعاً بهذا الموضوع فكيف تصف لنا الواقع السوري؟ بالنسبة إذا طبقنا أهداف التنمية المستدامة على الواقع السوري أهداف التنمية المستدامة اللي وضعتها الأمم المتحدة من عام 2015 وهي 17 هدف يعني هي مجزة إلى أهداف منها ما هو بيئي ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو قانوني وأقصابي فبالنسبة للبعاد البيئي ما هو مختص يعني مهتم بقضايا المناخ ومهتم بقضايا الحياة البرية والحياة في المحيطات هناك بعض الأبعاد الاجتماعية مثل القضاء على الجوع القضاء على الفقر العمل اللائق هناك بعض الأهداف القانونية المختصة بالسلام والعدل والمساواة بين الأفراد والمجتمع كل هذه الأهداف يعني هذه بعضها طبعا إذا حاولنا نطبق على الواقع السوري نرى أن الواقع السوري حاليا بعيد كل البعد عن هذه الأهداف من كافة المناحي سواء البيئية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية هذا يعني ليس جديدا كان من الأصل يعني مواضيع البيئة ليست زادة أهمية مواضيع التنمية المستدامة ليست زادة أهمية الفساد الإداري والبيروقراطية والسلطة المطلقة كل هذه لا تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإنما يعني بالعكس تزيد في الفجوة بين أو يعني الفجوة في تحقيقها طيب هنا من يحققها يعني إذا قلنا في الواقع السوري من يستطيع تحقيق هذه البيئة المستدامة وهل يقصد بها فقط البيئة أم قضايا متعلقة بها؟ قضايا أهدافتين المستدامة جاءت أبعد من موضوع البيئة الطبيعية البيئة الطبيعية هي جزء من أهدافتين المستدامة وهي الهدف المتعلق بالعمل المناخي والهدف المتعلق بالحياة في البر والحياة في الماء إضافة إلى مواضيع المياه والطاقة هي الأربع أو خمس أهداف تختص بالبيئة لكن باقي المواضيع يعني موجودة لأهداف أخرى لكن هدف التنمية المستدامة التنمية المستدامة ليس مقصود فيها فقط الحماية البيئة وإنما الحفاظ على موارد البيئة والموارد الاجتماعية والاقتصادية كلها إلى الأجيال القادمة فمن هذه الأهداف هناك بعض الأمور المتعلقة بالمساواة بين الجنسين التحقيق المساواة بين أفراد المجتمع بشكل عام العدالة الاجتماعية تحقيق العدل والسلام والرخاء الاقتصادي كل هذه الأهداف ليست متعلقة فقط بموضوع البيئة الطبيعية وإنما المجتمع بشكل عام وتحقيق الرفاه للأجيال القادمة جميل جدا أريد هنا أن أتوقف عن هذه النقطة لأنك ذكرت بعض المواضيع مرتبطة بشكل أو بآخر يعني السؤال الذي يطرح من العلاقة التي تربط التنمية المستدامة بدولة المواطنة وهل هناك فروق في مسار تحقيق التنمية المستدامة حسب طبيعة الحكم في الدولة طبعا لا يمكن تحقيق التنمية في غياب العدل أو في وجود نظام بيروقراطي أو في وجود نظام استبدادي تحقيق الديموقراطية هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية وأي شكل من أشكال التنمية لكن يعني الشكل الحكم أكيد بيأثر لكن في النهاية المهم يكون فيه يعني نظام يسمح في المشاركة مشاركة أفراد المجتمع في صناعة القرار سواء كان يعني بعض الأنظمة الملكية ممكن يكون عندها مؤسسات دستورية أو تمارس من خلالها مشاركة الشعب بعض الأنظمة تختلف يعني لكن بالتأكيد الأنظمة القمعية والاستبدادية هي غير قادرة على تحقيق أي هدف من أهداف التنمية المستدامة سواء حتى المتعلق منها بالعمل المناخي والبيئة والحفاظ على الطاقة وأي شكل من أشكال التنمية طيب لماذا لماذا الطبيعة الاستبدادية يعني غير صالحة للتنمية طبعا يعني في غياب العدل في غياب المساواة في غياب الحافظ لدى المواطنين للمشاركة في التنمية يعني المواطن لا يشعر بالمساواة بينه وبين أفراد المجتمع الكافة فهو غير قادر على العضاء غير قادر على التنمية غير قادر على العمل المواطن الذي لا يعمل عمل لائق لأنه العمل لائق من أهداف التنمية المستدامة المواطن الذي لا يعمل عمل لائق أو لا يتقاضى أجر مناسب لعمله فهذا غير قادر على المشاركة في دفع عجلة التنمية فهذا كله حيأثر إضافة أنه حيأدي لاحقا إلى انفجار الوضع الشعبي يعني انتفاضات شعبية أو ثورات تؤدي إلى توقف عجلة التنمية وهذا شفناه في المنطقة العربية كلها الثورات التي صارت كانت نتيجة الأنظمة استبدادية وقامعية وأدت لتوقف عجلة التنمية بكل البلدان التي حصلت فيها جميل ربما يعني نعود قليلا التعليق حول طبيعة الحكم ولكن أريد أن نوضح للسادة المتابعين كيف يمكن لنا أستاذ زاهر أن نجمل أهداف التنمية المستدامة وكيف يمكن تحقيقها في سوريا برأيكم نرجع للموضوع الذي كنا نحكي فيه في غياب نظام ديمقراطي نظام حكم عادل وتحقيق المساواد بين أفراد المجتمع لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة الهدف الأول هو إقامة نظام حكم ديمقراطي شعبي يشارك فيه الشماهير في صنع القرار تكون مؤسسات التشريعية هي مؤسسات بيد الشعب أيضا تشجيع المجتمعات المحلية يعني المجتمعات المحلية نحن نشوف غياب غايبة في سوريا ليس فقط في هذه الفترة لكن حتى من عقوب طويلة لا يجد ما يسمى مجتمع محلي المجتمع المحلي هو اللي قادر أنه يساعد الحكومة على تنفيذ خطط الاقتصاديين نلاحظ دور البلديات أو دور المجالس المحلية هو تقريبا معدل هذا ما أردت سؤال عنه يعني النظام عنده ربما المجالس المحلية وحصلت الانتخابات منذ فترة ويعني كأنها تحصل في دول متقدمة طبعا لكن هي شكلية نعرف نحن أنها شكلية وأنها مجرد ناس غير قادرة على اتخاذ القرار وغير قادرة على رسم سياسي السياسي والقرارات كلها بيد السلطة التنفيذية بيد رأس السلطة التنفيذية بشكل مباشر بيد يعني لا يجد ما يشجع على التنمية الأفراد الشعب لا يشعرون أنه عم يشارك بصنع قرار حتى على مستوى قرية أو مجلس محلي لا يمكن اتخاذ قرار دون بشكل يعني بشكل إذا حكينا بشكل تنموي تنموي بشكل يعني استشاري أنه يتم فيه استشارة أفراد المجتمع قبل اتخاذ قرارات يعني دائما المجالس المحلي بكل دول العالم المتقدم الديمقراطي القرارات تصنع من الجهات المحلية أو القرارات وترفع إلى القيادات الأعلى لكن هنا في دول استبدادية تأتي من الأعلى وتكون أصلا غير مناسبة يعني مثلا موضوع العمل ساعات العمل أجور العمل كل الأمور الأخرى التنموية المتعلقة بالصناعة والزراعة يتم اتخاذ قرارات أصلا مثلا قرارات زراعية غير مناسبة للمزارعين قرارات اقتصادية غير مناسبة للاقتصادين لذلك لا تحدث تنمي ونلاحظ وما يحصل عادة توقف العجل التنمي وحتى هجرة الخبرات وهجرة العمال خارج بلد هذا ما نلاحظه بطبيعة الحال ومن هنا أجرت إذاعة وطن استطلاع رأي من خلال شريحة من المتواجدين في سوريا أو من السوريين سألتهم عن أبرز احتياجات السوريين من اليوم سنتابعه ثم نعود أبرز احتياجات السوريين الشعور بالأمان أمر يشعر بالأمان في المنطقة المتواجد فيها إن كان في سوريا وإن كان في بلاد المنجر تامي شيء احتياجاته المادي كلملاعب الزاية والتطاعف ممكن الاستقرار أو الخوف من المستقبل المجهول لأنه ما يعرف حاله غير مستقبل وليزالك تبقى دائماً علاقاته غير مستقرم ما يحسن بيبني مصرع ما يحسن بيبني مشروع ما يحسن بيأسس لشيء مستقبلاً نهائياً فيه عنده احتياجات علمية للأسف يعني كماني احتياجاتنا العلمية متوقفية لأننا أعرف حال ما ندرس باللغة بالمنهاج السوري ولا بالمنهاج التركي ولا ببلاد المهجر ولا على أي لغة على أي أساس فطلابنا مشردين مشتتين بصراحة بعد الداعشة السري عبدالداخلي بـ 12 كمان أهم الاحتياجات السوريين هلأ أول شيء تأمين فرص العمل للسوري لأنه في مناطق الصراع ومناطق المحررة تحتاج إلى فرص عمل ليستطيع الناس تأمين قوة يومهم وهذا أول شيء يعني الشيء الثاني هو الاهتمام بالتعليم إذ مؤخراً يمكن أكثر من خمس مدارس اللي بعفوا لأنه وقفوا وطبعاً المدارس اللي رمزيتون يعني دول المدارس اللي خرجوا كتير من الأطباء والمهندسين وكعلاكات يتأصيب يعني وضي كتير أمور عم نستوى التعليمي يعني فدعم التعليم ضروري جداً جداً لأطفالنا إذا بدك تبني مجتمع لازم يتبلش من أطفال التعليم الشيء التالي اللي هو القطاع الصحي دعم القطاع الصحي كمان قطاع الصحي مرة دواقفوا مرة بيشتغل ومرة هيك وهيك فهدول أكثر الاحتياجات اللي بتصور أنه لازم يكون هلأ الاحتياجات طبعاً السل الغذائي والسل الصحي ودول الاحتياجات الثاني بتصور هاي بتجي بعدين ويكون في تأميل الدخل بتصور هاي تتمل لحالة يعني المشاريع التنموي أولاً وآخراً بالنسبة للاحتياجات في مناطق المحبوبة طبعاً الاحتياجات السوريين بحسب مناطق تواجدهم فإذا حكينا على الداخل السورية وكسوب الشمال غرب سوريا فنحن نحن نحكي عن احتياج بكتير مناحة من نواحي حياته بإبرزها موضوع الأمن والأمان ويشعر الإنسان بسوريا أنه عنده حرية قطرة الحركة والسفر والجاي بأمان يعني يؤمن على حياته ومتلكاته في ظل المفلات الأمن الموجود أيضاً في عنا العواز المادة العائلات عم تعيش به تحت خط الفقر عدم قطرة الأباء والأهالي على تأمين أدنى متطلبات الحياة لعائلتهم فالحاجة للعمل بأجر يعني حواز تكلفة الحياة المرتفعة أيضاً الحاجة لدعم العمليات التعليمية تأمين المدارس خصوصاً من المخيمات في عنا جيل كامل يعني من اسم كبيرة مهدد يعني 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 يفوق بجيل كامل يعني بشرك الجهل والأمية في عنا أيضاً الحاجة بشكل مستمر أنه الإنسان يعني يعيش في بيئة بالحد الأدنى من الكرام بحيث أنه يكون في عنده بيت أو سقف يقوي خصوصاً ناس المخيمات اللي عم يعيشوا حر الصيف وبرد الشتاء ما زال المنطقة السورية أيضاً كلها معرضة للقصف بأي لحظة ما في أي منطقة تعتبر آمنة للناس اللي موجودين بالشمال السوري في خارج سوريا في بلد بلاد اللجوء أيضاً لا تزال يعني الأمور القانونية وسائق الرسمية لحد الآن غير قادرين يعني كسوريين اليوم لا للعمل أو السفر أو التحرك أو حتى الإقامة بسبب غياب أو يعني ما عم يكون عنده قدرة على استخراج وسائل القانوني اللي بتأهلو أو بتمكنو من العمل أو السفر أو التحرك أيضاً ارتفاع مستوى المعيشة والتضخم الاقتصادي أيضاً وعم يكون فيه تكلفة اقتصادية ومالتية وعبء إضافة ما عم يكون أغلب العائلات قادرة على أن يتأمن المتطلبات الحياة يومية فدائماً فيها عوز مادة الحاجة للعمل والدعم المطلوب للعائلات في بلاد اللجوء يمكن هاي أبرز الاحتياجات الممكن يعني الترقلة بالحديث عن الاحتياجات السوريين يوجد للسوريين احتياجات عديدة تتمثل على مستوى السوري في سوريا المهاجر داخلياً وخارج سوريا المهاجر في دورة أخرى كل السوري له احتياجات مختلفة عن السوري الآخر سواء الداخل سوريا أو تركيا لكن في المجمل احتياجاتهم احتياج الامان والاستقرار احتياج التعليم احتياج الصحار احتياج المأوى هاي كلها احتياجات ذهبت بسرق الحرب لكل السوريين اذا تابعنا معكم هذا الاستطلاع تابعناه سويا مع الأستاذ زاهر ويسعدني الترحيب أيضاً بضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذ هنادي زحلوت وهي ناشطة نسائية والمهندسة الزراعية يا اهلاً ومرحبا بك استاذ هنادي معنا لو اردنا نسأل ونحن نتحدث عن التنمية المستدامة ما هي معوقات تحديد او تحقيقها في سوريا برأيكم يسعد قواتك استاذ فاتح وقات المستمعين والاستاذ زاهر وجميع معوقات التنمية المستدامة في سوريا هي كثيرة معوقات تتعلق بالمستوى الاقتصادي للسكان وعدم وجود خارطة أو خطة للاقتصاد السوري يهدف فعلاً إلى تحسين مستوى دخل الفرد بالعكس في سوريا للأسف هناك عصابة تحكم في سوريا هذا هو الواقع هناك أفراد من الطبقة الحاكمة في سوريا ومن النظام مسيطرون في كل مجالات الاقتصاد التجارة الاستيراد التصدير الزراعة والمواد الأساسية للاقتصاد غير متوفرة وإذا كانت متوفرة تكون غالية جداً وبشروط تفرضها هذه الطبقة الحاكمة في سوريا أيضاً هناك تمييز كبير جداً بين الجنسين هناك اجتماعياً الكثير من القيود على المرأة القيود في القانون كما القيود في المجتمع هناك طبقة سياسية تعرقل التنمية وتعمل على دخار الأموال لها لهذه الطبقة دوناً عن المواطنين المواطنون يعيشون في عالم آخر منفصل عن طبقة الحاكمة التي لا تتجاوز واحد أو اثنين في المئة عندما نتحدث عن التنمية المستدامة في سوريا ليس كما عندما نتناول هذا الموضوع في بقية الدول العالم طيب أستاذ هنالي سأعود إليكم ولكن أريد أن أنتقل للأستاذ زاهر هنا في هذا السياق ونحن نتحدث عن المعاوقات ربما المعاوقات في الواقع السوري اليوم نجدها كثيرة منها العسكري وهذه الصراعات التي هي مستمرة بطبيعة الحال ومن أهداف أيضا التنمية المستدامة كما ذكرتم قبل قليل ضمان الأمن الغذائي والزراعي كيف أثر صراع السوري على الأمن الغذائي في سوريا طبعاً تأثر تأثير كبير وزاد منه ما هو أصلاً مناخي يعني هناك تغيرات مناخية حدثت في الأعوام الأخيرة فاقمة الأزمة التي هي أصلاً أزمة الصراع جفاف الأنهار جفاف النهر الفراط مثلاً على سبيل المثال جفاف كثير من المياه الجوفية هذا كان سببه ممكن يكون فيه سبب مناخي لكن ضاع فاقم منه الوضع في سوريا عدم قدرة على صيانة محطات التحويل محطات الطاقة كل هذا زاد من عمق الفئة الأضعف التي هي المزارعين هي أساس الاقتصاد السوري اللي بتعتمد عليه منظم الحرائق لعب الدور كذلك؟ طبعاً الحرائق لعب الدور التدمير التربي نتيجة العمليات العسكرية الحرب النظام كلها قدت إلى تجريف أو يعني جعلت مساحات باسعة من التربي غير صالحة للزراعة وملوثة كيميائياً وبأنواع شتى من أنواع التلوث تلوث المياه أيضاً نقص المحروقات أدى أيضاً إلى توقف الزراعة اللي بتعتمد الزراعة على المضخات وبتعتمد على المحروقات هذا كمان أدى إلى توقف عمليات الري الاستجرار غير المشروع للموارد المياه نتيجة غياب الرقابة أيضاً هناك بعض الحالات اللي فيها سرقات لموارد الاقتصادية يعني سرقة المياه الجوفية سرقة مياه النهر حتى يتم استجرارها بشكل غير نظامي أيضاً غياب السلطة في أماكن واسعة من سوريا حتى الأماكن اللي تحت سلطة النظام كانت غير قادرة على مواجهة تحديات بيئية كبيرة عنت منها المنطقة يعني على سبيل المثال شفنا السنة الماضية كان فيه تلوث نفطي بمنطقة الساحل وهذا ناتج عن التسرب التسرب أصلاً هو ناتج عن أنه الخزانات أو المحطات تخزين الوقود قديمة ولا تخضع للصيانة فتسرب منها النفط وحتى بعد ما تسرب كان غير قادر لم يوجد آليات كانت للتخلص من هذا التلوث يعني هذا زاد من الاستراع زادت من عمقت من يعني فين نعتبر الجرح أو البيئي إذا صح التعبير يعني زادت مشاكل البيئة رغم أنه بعض الدول قدرت تتجاوز آثار تغيير المناخي أو قدرت تتكيف معها لكن بالظروف اللي شفناها كان المتضرر الأساسي هو المزارع طيب جميل جداً أنا أريد أن أتوقف هنا لأسألكم بعد قليل حول آلية تحقيق تنمية المستدامة وما الواجب يعني ربما على السوريين في هذا السياق سوى بقي النظام أو لم يبقى أريد هنا أن أتوقف عند الأستاذة هندي في نقطة المرأة كذلك الأمر أستاذة هندي بالعودة إليكم كيف يمكن للمرأة المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة برأيكم مشاركة المرأة في تحقيق التنمية المستدامة هي ممكنة ضمن ظروف تؤمنها الدولة إذا كانت الدولة تريد أن تؤمن مشاركة المواطنين في التنمية المستدامة وفقاً لخطة وطنية تضمن مشاركة المواطنين جميعاً مشاركة المرأة يجب أن تكون مشروطة بتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجنسين أو على الأقل رفع القيود الظالمة التي تفرض حالياً على النساء بحيث أن يكون لدى المرأة حرية العمل حرية التنقل التنقل من أجل الدراسة كما من أجل العمل أن يكون لدى المرأة الحرية في قرارها الشخصي في حالة الطلاق وفي حالة الزواج وطالما كانت المرأة لا تمتلك هذه القرارات ولا تمتلك حياتها ولا تمتلك أصلاً قدرتها على حماية حياتها من الموت في بلدك سوريا أعتقد بأنه من الصعب جداً الحديث عن مشاركة المرأة في التنمية المستدامة كما أنه من الصعب جداً الحديث عن تنمية المستدامة في الظروف الحالية في سوريا شكراً جزيلاً لك أستاذ هنادي زحلوط الناشطة النسائية والمهندسة الزراعية لوجودك معنا في هذه الحلقة من مواطنة سوريا أشكرك جزيلاً شكر أستاذ زاهر هنا يعني ما هو الواجب على السوريين سواء كان ثقافياً تعليمياً كيف يمكن أن يحققوا التنمية المستدامة وإذا كانوا لا يعرفون أصلاً معناها فهل يلجأون لمعرفتها بدي الأمر؟ طبعاً يعني زيادة الوعي الوعي ليس فقط بقضايا البيئة لكن بقضايا الحقوق والواجبات وقضايا المواطنة بشكل عام تحقيق المواطنة دائماً كل المجتمعات اللي اتطورت المجتمعات الأوروبية اللي اتطورت قامت على أساس المواطنة لما المواطنين جميعهم متسابون في قانون وفي عدل ومساواة تلقائياً سيتحقق السلام وقد نجد بعض الصراعات بعض النزاعات لكن لن تكون يعني حائق أساسي في عملية التنمية شفنا الدول الأوروبية قامت من الحرب العالمية قامت أنقاض يعني لكنها عادت خلال عقود أو أربع أو خمس عقود وتطورت وأصبحت دول صناعية واقتصادية كبيرة السبب هو تحقيق المساواة وتحقيق العدل والمواطن بين أفراد المجتمع كافة كما تحدثت المهندسة هناك هناك فجوة بتوزيع السروة بتوزيع العمل بتوزيع حتى القرارات يسيطر عليها عائلة أو فرد أو شخص واحد لا يوجد مشاركة اجتماعية طالما لم تتحقق هذه المشاركة أو لم تتحقق العدالة الاجتماعية والمواطنة والمساواة بين أفراد المجتمع فمن الصعب جدا الحديث عن التنمية بإضافة إلى زيادة الوعي وزيادة من أهداف تنمية استدامة أيضا تحقيق جودة التعليم يجب أن يكون التعليم بمستوى معين التعليم يشمل ليس فقط المواضيع العلمية والأدبية أيضا الوعي بحقوقنا وواجباتنا وبقضايانا ومنها القضايا البيئة نحتاج إلى عملية إعادة بناء شامل للمجتمع لتجاوز طيب وفق النقاط التي تتحدثون عنها تحديدا برنامج جميع المتحدة للمدن حدد في إطار الاتفاق العالمي للتنمية السياسية المستدامة من خلال التنظيم والحوكمة القانون والعدالة التواصل والنقد تمثيل والتفاوض الأمن والوفاق الحوار والمصالحة الأخلاقيات والمسائلة كيف تنظرون إلى هذه النقاط إذا ما أردنا إسقاطها على الواقع السوري اليوم نعم بالنسبة للواقع السوري نجد هذه النقاط غير متحققة في الواقع السوري حاليا ومنذ زمن طويل لكن إذا قامت في ظل نظام حكم جديد يحقق المصالحة بين أفراد الشعب يحقق العدالة أهم شيء العدالة أن يكون كل الناس تحت القانون يتم حاسبة المجرمين والمسؤولين عن القتل والتدمير من خلال العدالة انتقالية أيضا إعادة بناء البنية التحتي ومشاركة كافة أفراد المجتمع فيها لا تقتصر فقط على أنه نقول أنه جهة معينة هي المسؤولة أو لجب أن يتم المشاركة أو المشاركة الاجتماعية وهذا لن يتحقق مصالحة في ظل غياب العدالة لا يمكن لشخص أن يتحقق مصالحة في ظل غياب عدالة أو عدم محاسبة المجرمين والمسؤولين هذا الأمر ضروري والأمور الأخرى تكون نتيجة طبيعية في حال تحققت العدالة وتحققت المساواة وتحققت المواطن بين جميع أفراد المجتمع فتلقائيا نحن نشوف مشاركة واسعة من الناس نشوف العمل اللائق تحقق جميع أفراد الناس حتى المرأة أخذت حقوقها تحقق كل ما نصبه إليه من هذه الأهدف جميل جداً طيب أنا أريد هنا نتوقف عن نقطة عندما نتحدث عن تنمية مستدامة لا يوجد سقف زمني يحدد للمشاريع والخطط أم يوجد؟ بالنسبة لأهداف تنمية مستدامة فهي طرحت أول ما طرحت عام 2000 وكانت سميت أهداف الألفية وطرحت لمدة 15 عاماً لكن في سنة 2015 تم توسيعة لتشمل أغراض أخرى غير كانت تقتصر على بعض النقاط الاقتصادية تم توسيعة لتشمل ما ذكرت لك البعد الاجتماعي وبعد قانوني إضافي إلى البعد البيئي الأمم المتحدة حددت هدف في عام 2030 لكن حتى الآن لم يتحقق عالمياً جزء كبير منها وخصوصاً على مستوى العمل المناخي لم يتحقق أي من هذه الأهداف لماذا؟ لماذا؟ في معلوقات اللي هي الدول النامية الفقيرة اللي هي غير قادرة على مواجهة أثار الحروب أثار التغير المناخي ما زالت كثير من دول العالم غير قادرة على الوفاء بهذه الأمور حتى الدول المتقدمة تأثرت نوعاً ما خلال العامين الماضين بجائحة كورونا فتوقفت حتى التنمية في دول متقدمة أوروبية وفي أمريكا وفي دول الغرب بشكل عام فماذا عن الدول النامية والفقيرة أصلاً؟ خصوصاً يعني الدول الأفريقية اللي هي أكثر الدول المتضررة بهذا الأمر لذلك يسعى المؤتمر للمناخ القادم اللي هي عقد في مصر أن تكون قمة أفريقية بامتياز تركز على قضايا أفريقيا أكثر لأنها هي الدول الأكثر المتضررة وهي سواء من ناحية الزراعة والغذاء أو الماء أو التنمية الاقتصادية أو حتى الحقوق المواطنة هي متضررة جداً إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط كمان لا تزال تعاني من آثار سواء التغير المناخ أو التغيرات الاجتماعية اللي حصلت فما زالت التنمية في منطقتنا للأسف بعيدة جميل جداً شكراً جزيلاً لك أستاذ زاهر هاشم لوجودك معنا في هذه الحلقة المختص بقضايا البيئة والتنمية المستدامة سيرنا بوجودك في إذاعة وطن إفهم كما أشكر طبعاً ضيفتنا التي شاركتنا في هذه الحلقة الأستاذ هندي زحلوت الناشطة النسائية والمهندسة الزراعية بهذا القدر وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة مستمعين ومتابعين الكرام نلتقي بكم مجدداً نشكركم على طيب المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة